اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بمتابعتنا طارش من مبارك بالقوبة من يأتي على الصدارة وعلى المقدمة المركز الثاني المركز الثاني وهملول على المركز الثاني هنا من هجن الرئاسة بقيادة علي بن ميل لوهيبي وكذلك هملول من الجانب الاخر هجن الرئاسة بقيادة علي بن ميل لوهيبي وعلى المركز الثالث والمندفع من الجانب الاخر شاهين هجن ند الشبا بمتابعة هنا وانطلاق سالم بن سعيد في التضمير ويأتينا بهذه الانطلاق شاهين من هجن سيح السلام بمتابعة سيب بن عتيق بن عمير العميمي يتابع على المركز الخامس المركز السادس شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي المنطلق بهذه الانطلاق ومن الجانب الاخر يأتي لها بلسمو الشيخ محمد بن ذياب سيف بن محمد الانهيان مع الصادق فضل الامين ثامن مراكزنا ارسال من هجن سيح السلام بقيادة احمد بن سلطان بن رشيد هنا السويدي من يتابع ثامنا وفي المركز التاسع شاهين في المركز التاسع هجن العاصفة مع غياث الهلالي وعلى المركز العاشر المنطلق متعب بن هجن سيح السلام بقيادة خالد بن المرة بن حلوال اقتبي هذه النتيجة للمراكز العشرة الاولى ذعناها على حضاراتكم مشاهدين ومتابعين الكرام نعود الى الصدارة نعود الى المقدمة نعود الى المركز الاول وصدارة هذا الشوط والمقدمة بهذا الانطلاق والتحدي الجميل وانطلاقة وتحديات شاهين من غير على صدارة هذا الشوط من هجن نتيشبا بمتابعة سالم بن سعيد من انطلق على الصدارة على المقدمة على المركز الاول المركز الثاني هملول في المركز الثاني هجن الرئاسة بمتابعة علي بن ميل لوهيبي وعلى المركز ثالث هنا المنطلق بهذه الانطلاق شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي وعلى المركز الرابع ياتين شاهين على المركز الرابع هنا من هجني هنا سيح السلم ومتابعة بمحمد سيب نتيج بن اعمير العميمي من يتابع على المركز الرابع المركز الخامس هنا الانطلاق على المركز الخامس من قبل هنا هملول انطلاقة وتحديات هجن الرئاسة ومتابعة علي بن ميل لوهيبي من ينطلق هنا على المركز الخامس سادس المراكز سادس الانطلاقات والتحديات هنا القادم منها من هنا ياتينا سالهود من الجانب الاخر ثم وشيق مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم هو يتابع طارش بن مبارك بالقوبع الحمين من ينطلق على المركز هنا هذه اللحظات السادس السابع مراكزنا ارسال ياتينا على المركز السابع ارسال هنا لهجن سيح السلام بقيادة احمد بن سلطان بن رشيد السويدي من يتابع هذا الانطلاق والتحدي الجميل هنا على المركز السابع المركز الثامن المركز الثامن والمتسل المتعب على المركز الثامن متعب من ياتينا على المركز الثامن لهجن سيح السلام بمتابعة المضمر هنا خالد بن المربن حلوى يأتينا على المركز الثامن المركز التاسع شاهين هقنا العاصفة مع غياث الهلالي وعلى المركز العاشر المركز العاشر لهب لسمو الشيق محمد بن ذيابسي بن محمد الانهيان مع الصادق فضل الامين هذه هي النتيجة لمراكزنا العشرة الاولى نهاى على حضاراتكم وثاني ندا للمراكز العشرة الاولى نتابع الصدارة نتابع المقدمة نتابع صدارة هذا الشوط هو المقدمة والمركز الاول لازال شاهين المنطلق على الصدارة على المقدمة يسيطر على زمام الامور وعلى الصدارة من هقن نتشبه مع سالم بن سعيد على صدارة هذا الشوط بينما المركز الثاني المركز الثاني والمنطلق على المركز الثاني وبدأ يتسلل بدأ يتسلل على الصدارة شاهين هقن العاصفة مع غياث الهلالي بينما من الجانب الانطلاق والتحدي هنا مشاهدين الكرام من هملول 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 المنطلق هملول من هجن الرئاسة في قيادة علي بن ايمي اللوهيبي يأتينا على المركز الثالث والمركز الرابع شاهين هجن الشيح السلام في قيادة سي بن عتيق بن عمير العميمي يتابع على المركز الرابع المركز الخامس مع منتصف المسافة والاربع كيلو مترات على البداية اربع كيلو مترات على النهاية هملول يأتينا هنا خامسا بهذا الانطلاق هجن الرئاسة مع الضفر علي بن ايمي اللوهيبي سلهود من الجانب الاقل اسم الشيخ مكتوم من محمد بن راشد بن سعد المكتوم هنا مضمر الشرق الاوسط يتابع طارش بن مبارك بالقوبة الحميري بهذا الانطلاق وتهدي الجميل بينما الوصول على سادس مراكزنا وسابع مراكزنا هنا القادم ارسال هنا هجن سيح السلام مع الخطير احمد بسطان بن رشيد السويدي العاصفة وهجنها قادمة بهذه الانطلاق على تاسع المراكز مع غياث الهلال ومتع بياتينا على المركز العاشر هجن سيح السلام واحد شباب في التضمير خالد بن المربن حلوان اكتبه في التضمير هذه هي النتيجة ها هي النتيجة ثالث ندى ما شاء الله لهذه الاسماق المتواجدة في الانطلاق وفي الاندفاع هو في التحدي الجميل نعود الى الصدارة نعود الى المقدمة والى المركز الاول صدارة هذا الشوط هو الصدارة هنا مع هجن العاصفة من تسيطر على زمام الامور هو على الصدارة وعلى المقدمة هو المركز الاول هنا شاهين العاصفة يتربى على عرش المركز الاول مع غياث الهلالي الصدارة والمقدمة المركز الثاني ويأتي هملول على المركز الثاني هجن الرئاسة هنا الضافر علي بن مي اللوهيبي المركز الثالث هجن نجد الشباب مع شاهين وسالم بن سعيد في التضمير وصل شاهين وصل شاهين يتسلل من مركز الى مركز هذه اللحظات بدأ يتسلل وعين على المراكز الاولى ههين الهجن سيع السلام بمتابعة سيب بن عتيق بن عمير العميمي ومحمد يتابع في التضمير المركز الثارر خامس المركز الخامس هملول على المركز الخامس هجن الرئاسة الضافر علي بن مي اللوهيبي في التضمير سالهود سادي سلس وشيغ مكتوم من محمد بن رهب سعيد المكتوم مع مضمر الشرق الأوسط طارش بن مبارك بالقوبة في التضمير من يأتي بهذا انطلاق هملول من الجانب الآخر يتدقى هجن الرئاسة مع علي بن مي اللوهيبي الخطير يقدم لنا ارسال هذه اللحظات لهجن سيع السلام فأحمد بن سطام بن رشيد الله الله التحديات قوية والإثارة أقوى المركز هنا الوصول من شاهين هجن العاصفة مع غيات الهلالي والمتعب متعب متعب يتسلل في هذه اللحظات هجن سيع السلام في قيادة خالد من المربن حلوى نجتب ونعود إلى الصدار نعود إلى الرباعية إلى الرباعية في هذه اللحظات بعد المنعطة في الأخير الرباعية بهذه التحديات والإثارة اثنين كيلو متر يا محمد طارش اثنين كيلو متر ما تبقى على نهاية هذا الشوط هنا بهذا الانطلاق والتحدي الجميل الله الله انطلاقة وتحديات هذا الشوط وشاهين على الصدار شاهين على المقدمة هجن العاصفة مع غيات الهلالي طلق على المركز الثوني هملون على المركز الثاني هجن الرئاسة علي بن ايمي اللوهيبي ثالثا شاهين هجن السيح السلام تبن عتيق بن عمير العميمي في تضمير الرابعا هنا شاهين هجن العائر هنا لدى الشباب المنطلق مع سالم بن سعيد في هذه الخماسية الله الله رباعية على المقدمة رباعية جميلة خامس مراكزنا والمنطلق في هذه لحظات هملون من الجانب الآخر يتسلل هجن الرئاسة قيادة علي بن ايمي اللوهيبي وارسال هنا هجن السيح السلام أحمد بن سلطان برجين شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي ثامنا ياتينا متعب لسماء هجن السيح السلام في قيادة المضمرة هنا أيضا خالد بن المرب حلوة عاد هملول للمنافسة تاسعا هجن الرئاسة مع أيضا علي بن ايمي اللوهيبي عاشرا ياتينا شاهين هجن السيح السلام هنا بقيادة هنا سالم بن سعيد ونقترب نقترب رويدا رويدا من الكيلو متر الأخير الكيلو الخطير كيلو الصراع كيلو البقاء والبقاء دائما للأقوياء والصدار والمقادمة والمركز الأول بدأ يتسل هملول بفارق بسيط ولكن عاد عاد شاهين عاد شاهين هجن العاصمة مع غياث الهلالي هملول من الجانب الآخر هجن الرئاسة علي بن ايمي اللوهيبي شاهين على المركز الثالث هنا 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 الله الله التحديات قوية السلوم يسلوم لمن الفوز لمن الناموز الله الله التحدي الأخير التحدي الأخير لهذا الانطلاق التحدي المميز يسلوم يسلوم ولكن هنا هملول 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 من تسلل على الصدارة على المقادمة وعلى المركز الاول وصدارة هذا الشوط هقن العار رأسه بقيادة علي بن ميل لوهيبي وشاهين شاهين هنا هقن العاصبة مع غياث الهلالي شاهين هقن ند الشبا مع سان بن سعيد من الجانب الاقر والتحدي الجميل والسلام لمن الفوز لمن الناموس من المضمرين والسلام ولكن هنا 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 تحديات الاخيرة هنا شاهين شاهين يتسلل شاهين يتسلل من هقن ند الشبا ينتزع الفوز ينتزع الناموس تهانينا تهانينا لمؤسسة هقن ند الشبا تهانينا للمضمر هنا ايضا سان بن سعيد ولحظة الوصول الى قطع النهاية المركز الثاني وصل شاهين هملول عفو المركز الثاني هقن الرأس المركز الثالث شاهين هجني هنا العاصفة والمركز الرابع وصل شاهين هجني سيح السلام ارسال خامسا من هجني سيح السلام هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الاولى نعود مشاهدين ومتابعين الكرام الى التوقيت الزمني ثلاثة عشر دقيقة سبات عشر ثانية جزئين من الثانية هو التوقيت الزمني الذي سجل هنا مع شاهين من هجني ندي الشباب بمتابعات سالم بن سعيد المركز الثاني ثلاثة عشر دقيقة ثمانت عشر ثانية ثلاثة من الاجزئين من الثانية هنا ايضا من هجني الرئاسة علي بن نبيل لهيبي اما المركز الثالث فكانت انطلاقة شاهين هجن العاصفة مع ايضا غياث الهلالي ثلاثة عشر دقيقة عشرين ثانية اربعة من الاجزئين من الثانية هانين وناموس في هذا الانطلاق